نعم من معي أم آدم تفضل يا أم آدم السلام عليكم شيخ وسيم وعليك السلام الله يبارك فيك ويزيد من أنسيلك ويبارك بالدولة الطيبة والشيوخة وكلها بالعالم العربي لو ترفع صوتك ما أسمع ما يصبوص الله يبارك فيك وفي الإمارات وبسيوخها ويحفظكم جميعا إن شاء الله وخلي لنا يا شيخ وسيم وينور أكتر وأكتر عقولنا إن شاء الله بوجودكم وجود جميع المؤمنين والمسلمين إن شاء الله السي بدي أخذ من وقتك شوي أول سؤال شيخ وسيم زوجي الله يرحمه توفى بلحظة اللي توفى كنت أنا حدته عاصل كنت إيه؟ كنت زنبو كنت عنده عنده لحظة له كنت قرأت له قرآن وعطيته ماي زمدم وبعد منها بدقيقة يعني خشي خمس دقايق توفى وتشاهدت له حتى رحمة الله بعد هيك تايش ترحم أموتك ومات المسلمين بعد هيك صار في شوي يعني تعرف إجا حدا وصرخ أنا طبعا ما كان مرفوض هيدا التاريخ وصار شيخ المهم كش هو يزايل بعد ما توفى عم بحكيك لا يتوجه كش بعدين رحنا ورجعت لعنده عادت أحكي رجعت بس ثم لي الله يرحمه بعد ما توفى نعم بعد هيك فلنا على لبنان بعد خمس أيام تقريبا هنو عم يغسلوا فتح عيونه يضحك كتير لون عيونه صار ملون أزرق على أخضر هاي ما بعرف شو معناتها هو يلله يرحمه وتوفى بمرض وكان بس كيف يعني يضحك يعني يتبسم يتبسم فتح ثمه أضحك اختي تبسم ما له علاقة بحسن الخاتمة لو أتيتي برجل يعبد حجر ومات العضلات تسترخي فيظهر أنه مبتسم لا 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 فتح ثمه أضحك أختي هذا لا يحكم عليه جنة ونار إن شاء الله لا يحكم عليه لا جنة ولا نار ولا حسن الخاتمة ولا غيرة نسى الله أن يجعله من أهل الجنة حينا ليس دلالة دخول الجنة أن يموت مبتسما زين البموت محروق وش وضعه اي نعم لا أنا ما عم بحكي مثلا تعرفي البموت مخنوق من الغاز وكذا بواحد مات مخنوق وجهه أزرق اي نعم هل نقول هذا في جهنم خلاص وجهه أزرق لا ما عم بحكي يا شيخ واسيم أنه فتح يونه ويتضحك هذا ليس له علاقة لا بحسن خاتمة ولا بغيرة لا 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 السؤال الثاني عندي حالي استغفر لأنا مؤمني بالله جدا وراضي بقضاء الله وبشكر ربنا دايما على الألم اللي أنا عايشته بغيابه أنا معلقة فيه كتير وبحبه كتير ولكن المشكلة أنه صار له سنتين ومن يوم ما توفى لهالله أنا كئيبي جدا عندي حزن مش طبيعي حاولت روعة دكتور نفسيدي سعدعتوني عقا خير رلاجأت للقرآن وللس على وكتير بس ما عادت الأم اللي هي دايما كانت مثل ما كان الله يرحمه عم بتوتر كتير ولادي ما عم بقدر أكون معهم مثل ما كنا ما عم بقدر أخذهم على مكان مظاهرهم ولكن مش أنا بكون معهم نعم استغفر الله يعني جدا 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 حزيني لدرجة ما بتتخيلها سؤال الثالث أنا السابق خلنا على السؤال أول ليه حزينتي؟ على فراء مش قادر سين رحمة الله عليه يعني هل حزنك يرجع؟ لا أكيد هذا ما أمني فيه؟ زين حزنك لو بس أليك سؤال عندك عيال؟ عندي خمسة الله يخبره لو ولدك ذهب مثلا لأحد الدول الأجنبية الغربية غربة ليتعلم علما نادرا ويرجع بشهادة عظيمة نعم ولكن غيابه عشر سنوات ترضين ولا لا؟ أكيد برده وأكيد حق القرآن بتألم هذا وهو أمر من أمور الدنيا فكيف حن لو عندنا حسن ظن بالله أن الذي مات ذهب عند من هو أرحم به من أمه؟ طبعا ورحمه نعم نعم الفراق محزن إن العين لا تدمعون القلب يحزن هذا شيء طبيعي لكن لا يعني هذا أن نسيء الظن بالله عز وجل من حسن الظن بالله أن نظن أن الميت هذا بخير ومقام أفضل عند ربه من أن يكون بين ظهرانينا مئة بالمئة ولكن يا شيخنا أنا مش عم بقدر حس لا بألم ولا بفرح إلا بس اتذكر أو احكي الله يرحمه أنت متى مات رحمة الله علي؟ كم سنة؟ سنتين سنتين لو جلست عشرين سنة بهذا الحال لن يرجع ولو الآن أكيد نفطي غبار الحزن عنك أيضا لن يرجع فأنتي تقتلين نفسك وأنتي لا تشعرين ما عم بقدر أعمل شيء لا تقدرين أختي لماذا زين أكلني أعطيني السؤال الثالث دكتور عم بقدر أعطيني أدوية أنا ممتسمة بدحك مع الناس بدحك دائما مضلني بحاول أني أعمل فرحة بس مش قادرة ما عندي أحساس بفرح أو بحزن ما عندي ما عندي يعني محس حالي ميتي روحي مش معي نعم مش عارف كيف أطلع من الحال كتير بحاول ما عن بقدر فكرت هل جاك مع ليش على السؤال جاك على عريس بعد وفاة كتير كتير وهذا أزاني نفسيا ليه؟ ليه؟ ولي جاك على عريس تتأذى نفسيا ما زل تفرح؟ أنا جدا جدا أتأذى نفسيا من هالموضو إذا واحد تقدم لك تزعلين؟ طبعا ليه؟ لأنني أنا هذا هو الغالي أعتبره هو الزوجي إن شاء الله في الدنيا وإن شاء الله في الأحيان ربنا كتب هيك والحمد الله والله سبحانه وتعالى دايماً نحدي دخيل اسم ربنا بس ما نبقدر مش عارف كيف أتعالج من هاشي عشان هيك كفر لي والله أنا حتى قبل ما يتوفق الله يرحمه أربع سنين بس بدي أحكي مع حضرتك كان هو حتى يدور لي على رأمك الله يرحمه الله يرحمه تايش فما عم بعرف أطلع هاي شغلي في عندي شغلة تايش دائماً أكثر من الدعاء اللهم أن يعود من الحزن والجبني والبخير دائماً دائماً حتى لدرجة أنه أنا بعد الصلاة كثير بشتأله بدأي ربي أن يشوفه والله العظيم يا شيخ واسين بيجيني بالحب بس دعي الله سبحانه وتعالى بيجيني جوزي هذا حب ما مفقود من عشر سنين من عشر سنين يمكن هو كلمة حب قليدي جداً بحسها علي لأنه أنا الله يجمعك في ما نقدر يقول اللهم آمين اللهم آمين أسعدت قلبي والله الله يجمعك الله يسعبك بس أليك سؤال أنا آسف على بس خلي الحريم يتعلمون وأنا بتعلم معهم والمصور والمخرج شو سبب الحب هذا الحب شيخنا العزيز ما إلو سبب الحب هو الحب لما تحب أحد كحب الأم لأبنها مهما غلط لا أدري يعني هل يعني هو كان عنده ميزة شيء هي هذه عنده هو كله مميز الله يرحمه محمد الله إذن أنت عاشق بس الميز أيوة عاشقة يرحم أهلك كلمة حب أنا ما بعتبرها مع أنه شيخنا ما تفكر أنه كنا عايشين عسل لا كان في مشاكل كنت غار عليه كنت حبه كتير يعني في أمور كتير بين الزوج والزوج تصير بس هذا ما يعني أنك أنت يعني بس هل أنت بعد وفاته ندمت على بعض التصرفات جدا جدا بتألم ألم يعني مع أنه هو ما كينزعل مني هو مدللني كطفلي هو أنا عندي ست أولاد مش خمسة زين وصلي أنا أريد منك حاجة نعم اعتبر نفسك وسيم يوسف على رأسي لا لا والله اعتبر نفسك أنت الآن جلسة هنا انصحي لنا الحريم هذي إلا ما رحمة ربك نعم بس يا رجا بس يا حبيبي الله يرضى عليك انصحي لنا الحريم اللي مثلا تسخط على جوزة جوزة اشعريهم لو مات زوجة وش يكون شعورها يعني بالزبط أنا حتى مبارحة ما أتأخذ كنت عم تحكي مع حضرتك فكنت بدي أقولها يعني تمنيت أنه أحكي بنفس الوقت قلها يا بنت الميس والله العزيز مهما كان الزوج والزوجي فيهم السطر والغطى لبعض ولما الإنسان بتحب زوجها خلاص هذا هو حياتها دايما تدائله بالهداية ودايما هي تقدم الطيب لأله وحتى لو بيصير مشاكل هي أصلا بها لات الحياة المشاكل ولكن لما بيروح الزوج الأمرأة طفلة ترجع يتيمة أكثر من يتيمة أنا متوفي أبوي الله يرحم أكثر من مرة أنا أتتمت بوفاة أبوي صحيح ولكن وفاة زوجي كانت أكبر بكتير من وفاة أبوي لأنه كان أبوي وأخوي وصدي وثنى الظهري وستري وغطاي وقوتي بس أليك سؤال يا محمد أنت ما تشوف أم آدم أنا آسف بس أحب استفيد أنت ما تشوف أغلب شكاوى الحريم في الزمن هذا من غازلجية الرجال صح؟ هل هذه المشكلة رحمة الله عليه طبعا كيف نساء كلها تتعذر بهذا الأمر وش تقولين صح وخطأ بس أنت ما تنصحين أنت امرأة الآن أنت تتكلم ما لي علاقة تبريني ضيف شرف الله يخليك قلنا الشرف بهيك أصبك أنه هل زوجي الله يرحمه كان هيك لا 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 رحمة الله عليه هذا ميت انتهى الموضوع نحن نتكلم لو امرأة الآن تقولك بس هم يغازل هو يغلط هو كذا وش تنصحيها يعني اعتبري بنتك الآن تكلمك تقولك أنا زوجي غازل أنا حعطيك مثل بسيط على هالموضوع قولي يلا أنا لحظة اللي كان حس بالغيري وكلنا خطائين ما في حدا مش خطاء بالضبط بالدنيا لحظة لي حس بالغيري ويكون جاني لدرجة أنا بموت في أعشاء وعشاء مش طبيعي الله يرحمه فكنت أفتعل المشكل بس لمجرد ما أني أسمع صوته لو كان سهران مع كل الدنيا ومعه نساء ولا غير ما يهم مجرد ما أسمع صوته أسكن وأهدى المهم أنا هو هيدا الإنسان هو أساس بيتي هو روح يعني هو الروح ماتت من بعده إذن أنت كنت تتغاضي عن بعض المشاكل لأنك عاشقة لازم لازم يمكن حتى أنا أفتعل المشاكل أحيانا يمكن أنا المشاكل أنا ما كنت يعني الإنسان المثالي الزوج المثالي لا بس هو الله يرحم روحه كان الرجل العاقل الرجل دايما لازم يأخذ الأمرأة على أدعق لها حتى ويجاز الكذب للرجل على زوجته لحتى ما يسجح مشاعره يا السلام يا السلام مضبوط ولا أنا غلطة لا لا ما أتي من أنت غلطة إحنا الغلطة أنت كلام لا أحسر الله الله يسعدك يا أم آدم قولي الله يحفظك ويجمعك في أبو آدم في أبي آدم في الجنة اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يسمع منك رب آمين أشكرك يا أم آدم الله يخليك وهنادي سؤالتين أنا أحيانا في الأولاد الله يخلي أولادك لصغار هذا كمان بيقلمي شوي بأساري يعني ما لازم تكون هاي أنا قد حبي أحكي معك تحتلها وخلي تحتلها وعيل الله يخلي خلتها نعم خلتها سامع يا موسى شكرا